يعني شهر لبأس فيه عند مولود العزراء ولكن يمكن اكتر شي يعني انتقال الكواكب للدلو شوي بزيد من مسؤولياتك بزيد من مهامك مولود العزراء ولكن تراجع عطارد عطارد هو كوكبك الاساسي والكوكب الحاكم لبرجك تراجع بهذا المكان تحديدا يمكن يعمل شوي تراجع بالامور المهنية تحس انه شغلك ما عم يخلص ما تقدر تتمم مهامك ممكن يصيبك ارهاق وتعب بهذا الشهر شوي بدك تنتبه صحيا على فكرة تحاول تنظم نومك تنظم طاقتك غزائك لانه ممكن كتير بأيام من هذا الشهر تشعر بفقدان الطاقة او انت هيك تحس انه يعني جسمك ما عم بيخدمك بالطريقة الصح هلأ بدك تنتبه بيئة العمل علاقاتك مع زملائك بالعمل الحقيقة المسئوليات ضاغطة يعني فيه اعمال كتير كتير حتى من مولود العزراء بهذا الشهر وتحديدا بيدعش الشهر يعني 11 و12 ممكن كتير يكون في عندهم عمل جديد او عمل اضافي لعملهم في بداية جديدة عندهم بيوم الـ 11 او يوم الـ 12 بدك تحاول مولود العزراء تنتبه كتير للتفاصيل بهذا الشهر منعا للإهمال منعا للنسيان منعا للسحو ممكن الامور المالية نسبيا جيدة معنا سيئة وخاصة اذا البعض منكم كان عندهم عمل جديد او مسئوليات جديدة بس بكونت انتبهوا شوي على المصاريف بالنسبة لموليد العزراء يلي عندهم عمليات بيشيراء بأي مجال من المجالات ممكن تتأجل بهذا الشهر هلأ بكون تستفيدوا من امر موجود عنكن امر مكتمل بـ 27 اشباط بهذا اليوم تحديدا اذا عنكن قصة موليد العزراء بلشتوا فيها من قبل فبتتمم او بتسمعوا خبر او بيصير شي حدث معكن مريح اجمالا لالكن هلأ انا بشوف رغم ما قلته انه انتو ضغط العملية والمسئوليات العملية بس انا بشوف اول 20 يوم من الشهر افضل من العشر تيام الاخيرة من الشهر ففعلا تمم امورك المهمة فعلا كون جدي رتب حياتك رتب وقتك بشكل صح مشان ما يدهمك الوقت وتحس انه انت ما عم تنجز كما يجب او ما عم بتلاحق امورك لانه العشر تيام الاخيرة دخلنا بفترة يمكن تكون فيها بعض العرقلة اشتركوا في القناة